طيب نحن قلنا قال صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين هنا في الموطأ ثلاثة من الولد في الأحدث التي ذكرت لكم لم يبلغوا الحنف أي لم يبلغوا الحلم لم يبلغوا بعد لم يجري عليهم قلم السيئات قلم الحسنة هذا جارن وذا فضل ربنا إذا صلى هذا الصغير ابن سبع سنين ابن ثماني سنين إذا صلى ابن خمسين إذا ذهب ذهب به للعمرة وهو رضيع لا يثقه واعتمر به المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم أمامها فرفعت ابنها صغيرا يا رسول ألي هذا حج هذا يحج هذا هو يقف عرفه المزدلي فهو يرمي الجمار حجه نوم ورضع هذا حجه فقالت يا رسول ألي هذا حج قال ولك أجر أين عام له حج وأنت لك أجر له حج لكن علماء مجمعون على أنه إذا بلغ فإنه لا يسقط عنه حج الإسلام هذا الحج وإلى أن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل إذا استطاع السبيل وبالغ فإنه يجب عليه أن يحج حجته هو صغير هذه لا لا تسقط عنه الفرد لكن له أجر يكتب له ثواب الحج فالواجبات التي يصنعها صام هذا الصغير صام هذا فعل واجب على المكلف لكنه غير مكلف يقع له أجر مستحب مفهوم لكنه إذا كذب لا يكتب عليه وإذا عزكم الله بالا في ثيابه ولم يغسل وصلى بها لا يكتب عليه هذا فضل ربنا هذا تجلية الكرم في الكريم سبحانه رفع القلم يقول صلى الله عليه رفع القلم عن الصبي حتى يحتني أي قلم أي قلم سيئات أما قلم الحسنات هذا لم يرفع غير يدير الحسنات والده وهو يجنع حسنات فيعبض الله صور أنتم إنسان منذ ولد وحسناته تكتب وسيئاته لا تكتب حتى يبلغ يمكن 13 عام 14 عام عنده رصيد من الحسنات وليس عليه شيء من السيئات ومع ذلك يقدم على الله بعدما يقدم وقد رجحت سيئاته على حسناته وإذا كنت تهمون ولا يهلكوا على الله إلا هالك ربنا سبحانه انظروا كرمه سبحانه ومع ذلك نجد السبيل لنهلك سأل الله تعالى أن يعصمنا بعنايته وفضله قلنا قلنا إن في بعد ريوة لم يبلغ الحمث أي لم يبلغ الحلم ربنا سبحانه ربنا سبحانه يدخلوا آباءهم الجنة هذا يعني أن أولئك الأطفال مرحمون نفوه لأن الآباء إنما دخلوا الجنة بسبب أولئك الأطفال فمحال أن يرحم الله الآباء لأجل من ليس بمرحوم بسبب من ليس بمرحوم وهذا إجماع من المسلمين أن أطفال المسلمين مرحمون أنهم في الجنة أطفال المسلمين الذين يموتون قبل أن يبلغوا الحلم في الجنة هذا إجماع من المسلمين إلا ثرقة من الشذاذ شذوا فقالوا هؤلاء الأطفال في المشيئة معنى في المشيئة يعني إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم في المشيئة وهذا قول شاذ مهجور ترده لأحاديث التي ذكرت لكم حديث أبي هريرة في مسلم فلا ينتهي أو قال لا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة يدخله وأباه الجنة وحديث أبي هريرة عند أحمد الذي ذكرت لكم فيقالهم قوموا ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم روى النسائي عن قرة ابن إياس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وكان منهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فمتى ذلك الابن فانقطع الرجل عن الحلقة التي كان يأتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطع لذكر ابنه كان إذا جاء يذكر ابنه في تلك الحلقة أنه يأتي من خلفه ويديره ويقعده بين يديه فحزن حزن شديد فانقطع الحلقة ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لي لا أرى فلانا فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فانقطعه لذلك فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزاه على ابنه وقاله يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك أيما كان أحب إليك فقال الرجل يا نبي الله لأن يسبقني إلى باب الجنة يفتحه لي له وأحب إليه فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك لك فهذه الأحديثة ذكرنا ما في معناها تدل دلالة صريحة واضحة على أن أولاد المسلمين يدخلون الجنة